الحديث أكثر مشاهدين إذن عن أوضع الاقتصادية السيئة في العراق مع انخفاض أسعار النفط ومطالبات منظمة أوبك بخفض العراقي لإنتاجه وأثر ذلك في الحياة الاقتصادية المعيشية للعراقيين معناه آتفيا من عمان الأكاديمية الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية الدكتورة هداب فالح الكوبيسي مرحبا بك دكتورة هداب إذن صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 4% و 17 درجة مع ذلك فهناك مفاضات بين الحكومة حكومة في بغداد ومنظمة أوبك بخفض الانتاجية إلى مقدار الربع ما تأذير ذلك في الحالة الاقتصادية عموا للعراقيين نعم مساء الخير عليكم على سادة المشاهدين في الحقيقة نحن الآن في وضع اقتصادي لم يسبق له العراق ولا حتى العالم بشكل عام أن مرضي مثل هذه الظروف ولكي نكون أكثر مركزين على الوبع العراقي ووضع منظمة أوبك وعلاقة أسعار النفوط والوبع الاقتصادي اللي يخص العراق والعراقيين طبعا أنه هذا الوضع نحن في مشكلة جدا كبيرة يعني المشكلة التي تقوم في صناعة النفوط منذ الأقود لم تواجه مثل هذه المشكلة وبالتالي المشكلة الأساسية أننا مهما عملنا على التخفيض يعني التخفيض الذي كم سائرون به نحو 9.700.000 برميل يبدأ في 1 أيار 2020 هذه الكمية هي لا تتناسب مع انخفاض قصة والطلب العالمي الذي يصل إلى 25 مليون برميل يوميا فهذا التخفيض الذي نحن بصدده حوالي 10 مليون برميل يوميا لا يتناسب مع 25 مليون برميل يوميا أساسا هي انتحبت من السوق وبالتالي نتيجة لكورونا والواقع الاقتفاد الطيني وكل الدول يعني مجتمعاتا بهذا وبالتالي احنا أيضا تأثرنا كدول نفطية ولن يعني تحل هذه المشكلة عملية التخفيضات ذالي سنجد أننا في حد زوم الأمس وهو الثلاثة يعني نجد أنه هناك انخفاض سعر النفط والبعض الثانية تساءل ماذا انخفض سعر النفط لأن يوجد هناك تخمة في الأسواق وبالتالي عملية السحف والتخفيض وإن كانت سوف يعمل بيها من بداية شهر أيار ولكن أيضا سوف ننتح المشكلة وسيبقى هناك انخفاضا في سعر النفط لذلك البارحة سجلت سلة أوبيك 19 دولار 70 سنة وبالتالي هذا أفض ما تقنت عليه منذ عقود ما وصلت إليه سلة أوبيك هل هناك دكتورة ضغوط تمارس على الحكومة من أجل أن تقبل بهذا الاتفاق وهو خفض الانتاج أم أن هناك من يدير الملف في العراق ولا يعي خطورة ما يحدث؟ يعني هي في الحقيقة هي مجموعة أمور سياسية متداخلة بعضها ما البعض تو اتخاذ القرار هذا بالبداية عدم الاتفاق بين المجموعة بشكل عام بين الدول أوبيك والدول خارج أوبيك وبالتالي على سبيل المثال أصرت المكسيك اللي هي من دول خارج أوبيك أصرت على أن لا تعمل على تخفيض أربعمائة ألف برميل يومياً وكان هذا هو إحدى الأسباب التي جعلت من القرار أن يصبح في محل خطر جداً لأنه لا يستطيعون أن يتموا الاتفاق إلا بموافقة أيضاً المكسيك حتى هذه الكمية اللي احنا نصورها قد يتصورها البعض قليلة هي ليست قليلة وبالتالي أحدثت مشكلة فهناك حالة عدم اتفاق هناك حالة عدم تنسيق وبالتالي أيضاً هناك حالة يشار إلها في التقارير الدولية بأنه هناك بعض الدول قد تنتج أكثر مما يعني محدد إلها وثاروا بعض الدول حتى أنه يجب نحن يعني إحدى التقارير الدولية يجب أن نراقب العراق في إنتاجه لأنه دائماً لديه تصور أو لدينا تصور تجاه الإنتاج العراقي أنه ينتج مهما كان قادر عليه سينتجه وبالتالي سوف نضعه تقص الملاحظة لأننا يجب أن نشاهد ويجب أن نلمس أن تخفير الإنتاج سمت بشكل صحيح وبشكل حقيقي المهم أننا أمام أزمة مالية في العراق لماذا لم تتخذ الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 التدابير اللازمة ببعنى أين ذهبت فوائض الميزانيات الكبيرة في العراق نعم أكيد يعني بسبب الفساد الاقتصادي بسبب عدم ضغط الإنفاق بسبب الموازنات التي مررنا بها هذه الموازنات ذات الأرقام الفلكية التضخمية كل هذه أدت إلى أنه أن يكون هناك استهلاف في إيراداتنا دون وجود مقابل لها دون وجود ناتج حقيقي دون وجود إنتاج مقابلها هذا كله سيجرنا بإنخفاض أسعار النفوض والوباء القرون الذين مر بها الآن هذه الفترة كله سيؤدي إلى تخفيض يعني توقعات تخفيض الإنتاج 11% الانتاج الحقيقي وهذا سيجرنا إلى أنه عندما ينخفض الانتاج الحقيقي وليس يعني هذا الانتاج الذي نعتمد عليه الذي هو الانتاج الملموس وليس الانتاج الذي يزداد عن طريق سيادة في الأسعار هذا عندما ينخفض ذلالة على أنه سيتم تسريح عدد كبير من العاملين سيتم غلق كثير من المشارع الاقتصادية وبالتالي ستتوقف الفعاليات الاقتصادية إن كانت هي أساسة في الأساس هي متوقفة بعضها وليس نحن ذا نتكلم الآن عن مجمل العملية نعم أخيرا باختصار لا سمحتي دكتورة يعني الآن كما تعلمين هناك أزمة وبعض رواتب الموظفي لم تدفع وربما ستتفاقم ما الحل؟ يعني المراقبون يقولون أن قائمة الاتفاق التشغيلية كبيرة جدا في موازنة عام 2020 لماذا لا تنتهج الحكومة سياسة التقشف مثلا يعني ما الحل برأيك؟ يعني الحل أكيد هو يعني يجب أن ننظر على بالدرجة الأساس على رواتب الرئاسات الثلاث هذا الانفاق الكبير الذي يحدث الانفاق الاستهلاكي في المؤسسات داخل المؤسسات اللي هو لا يخص شيء يتعلق بالإنتاج وبالتالي يعني يجب النظر برواسف الفرلمانيون وإلى آحتي يعني إعادة نظر كل هذه العملية الانفاق حتى نستطيع أن نعمل على كتاب الوقف وكذلك كتاب بعض التيرادات أو بعض الأطوال من هذه العملية وإذا أننا سنفع نفكر بكيفية يعني نحاول يعني طبعا إلى الآن الدولة تحاول أن تجد مخرجا لتوصير الرواسف في هذه الفترة فكيف لنا في الفترة القادمة ستحل المشكلة يعني هذا التساؤل موضوع تحت الحكومة والحكومة هي غير قادرة على القيام بأي شيء من عمان الأكاديمية الباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هدى فالح الكوبيسي شكرا جزيلة لك